في إطار متابعتها لتطورات الوضع الأمني في مدينة الصيدة قامت النائب بهية الحريري بسلسلة لقاءات واتصالات مع فعاليات روحية ورسمية وأمنية وعسكرية وبلدية فالتقت مفتي صيدة وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في دار الإفتاء حيث كان تأكيد مشترك على استنكار ما جرى ورفض ظاهرة السلاح المتفلت الذي بات تفاقهما يهدد أمن واستقرار المدينة وسلامة أهلها والقاطنين فيها كما نوه الطرفان بجهود القوى الأمنية والعسكرية في توقيف مطلقين نار والمتسببين بالإشكال وأمام هذا السلاح الذي يتواجد بالشوارع عند أي حادثة صغيرة أو كبيرة هذا أمر غير مكبول هذا أمر يحتاج أن تشد الدولة من أمرها الحريري زارت أيضا مركز الجماعة الإسلامية في المدينة حيث التقت نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة في لبنان بسام حمود والمسؤول التنظيمي في الجنوب الشيخ مصطفى الحريري وأدان المجتمعون ما جرى من استباحة لأمن واستقرار المدينة مطالبين الأجهزة الأمنية والعسكرية بوضع حد لاستلاح غير الشرعي وفرض الأمن والنظام والقانون الذي يتساوى تحت مظلته الجميع الحريري انتقلت بعد ذلك إلى سراء صيد الحكومي حيث انضمت إلى اجتماع كان يعقد في مكتب قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحدي بحضور محافظة الجنوب منصور ضو رئيس بلدية صيد محمد السعودي وعدد من القادة الأمنيين وذلك لتدارس الأوضاع في المدينة في ضوء ما جرى وكانت الحريري أجرت للغاية نفسها اتصالات بكل من رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادي ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدة العميد ممدوح صعب ورئيس جمعية تجار صيدة وضواحيها علي الشريف